اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم تعالوا في الحلقة بتاعتنا النهاردة نبتدي نعرض افكار مختلفة عن حل المعادلات والمتبينات من الدرجة الاولى في مجهول واحد ملخص للوحدة بتاعتنا كلها ونشوف يعني مختلف الافكار وتنوع في الاسئلة مع بعض تعالوا نبص كده مع بعض على المثال الاول بيقول اكمل ما يلي بما تراه مناسبا طيب السؤال الاول بيقول المعادلة هي جملة رياضية نقط تعال نكمل ده تعريف قولنا لازم ابقى فاهم بعض المفاهيم الخاصة بالمعادلات والمتبينات يا طرأ ايه هي المعادلة المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علاق التساوي اللي هي تساوي بين عبارتين الرياضيتين طيب تعالوا نشوف المتبينة خلي بالك المتبينة احنا هنغير كلمة واحدة اللي هي تساوي وتبقى ده التعريف بتاع المتبينة يبقى انت لو حفظت التعريف المعادلة مع تغيير كلمة واحدة حفظت التعريف المتبينة هي كمان طيب المتبينة هي ايه بقى هي جملة رياضية تتضمن علاقة التباين بين عبارتين رياضيتين يبقى شلنا علاقة تساوي وخلناها علاقة التباين طيب تعال نشوف برضو مع بعض يعني ايه مجموعة التعويض مجموعة التعويض هي نقط مجموعة التعويض هي نقط يا ترى ايه هي مجموعة التعويض تعال نفتكر مع بعض مجموعة التعويض هي مجموعة من الاعداد الصحيحة يتم التعويض بعناصرها في طرفي المعدلة او المتبينة لبحث امكانية تحقيقها بيديني شوية أعداد شوية عناصر وبابتدي أخذ العناصر دي وبجربها وبشوف مين فيهم اللي بيحقق للمعادلة أو المتبينة يبقى أنا باختار الحل منهم الحل يعتبر جزء منهم طب لو ما لقيتش ولا واحدة منهم حلة المعادلة أو المتبينة يبقى ساعتها نقول إن الحل أو مجموعة الحل للمعادلة أو المتبينة دي بيساوي 5 يبقى مجموعة التعويض هي مجموعة من الأعداد الصحيحة التي يتم التعويض بعناصرها في طرفي المعادلة أو المتبينة لبحث إمكانية تحقيقها طيب أختها بقى بدل منقول مجموعة التعويض تعالى نتكلم أو نفتكر يعني إيه مجموعة الحل مجموعة الحل هي المجموعة التي تحقق عناصرها المعادلة والمتبينة احنا قلنا معنا مجموعة التعويض بنجرب العناصر بتاعتها كلها اللي يحقق ناخده كده برة ونحطه في مجموعة جديدة ونسميها مجموعة الحل وقلنا قبل كده أن مجموعة الحل هي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض طيب السؤال التالت بتاعنا بيقول اختر من بين الأقواس ما يحقق كل من المعادلات التالية طيب عندنا معادلة قدامك ايه ثلاثة سين زائد واحد بيسوي سالب خمسة ومدينا أربع حلول صفر وسالب واحد وواحد وسالب اثنين هتمسك الورقة والقلم وتبتدي تحل المعادلة بتاعتك تطلع الحل تروح تختاره خلي بالك الحل من دول يعني لو طلعت إجابة مش موجودة ما بين الأقواس يبقى فيه غلط عندك انت طيب هو فيه طريقة تانية للحل وهي السؤال في صورة اختر كده اه فيه طريقة تانية نعمل ايه فاكرين لما عرضنا مع بعض معادلة بعد ما حلناها قلنا طريقة التحقق من الحل عايزين نشوف احنا حلنا صح ولا غلط احنا ممكن نستغل الطريقة دي بتاعت التحقق من صحة الحل في اختيار الحل الصحيح ازاي؟ تعالى شيل السين وحط مكانها الحل الاول اللي هو صفر بنعمل عملية تعويض يبقى ثلاثة في صفر بصفر زائد واحد بواحد هل الواحد بيسوي سلب خمسة؟ لا يبقى الصفر ما ينفعش طب نجرب سلب واحد تلاتة في سلب واحد بسلب تلاتة طب سلب تلاتة زائد واحد بسلب اتنين برضو مش بتسوي سلب خمسة طب نجرب الواحد تلاتة في واحد بتلاتة تلاتة زائد واحد اربعة هل الاربعة بتسوي سلب خمسة؟ برضو لا طب مفيش غير سلب اتنين بس تعالى نجربها تلاتة في سلب اتنين بسلب ستة سلب ستة زائد واحد بسلب خمسة إذن السلب 2 هي الإجابة الصحيحة نروح نختارها يبقى ممكن تجرب الإجابات تعمل عملية التعويض وممكن تروح تحل أنت المعادلة بالطريقة التقليدية بتاعتنا بالورقة والألم وغاية ما توصل للسين بتسوي كام وتروح تختار لنا الحل بتاعنا طب سين ناقص 1 بيسوي سلب 2 تعال أنا عايزك كده تفكر معايا بطريقة التعويض شيل السين وخط الأرقام اللي قدامك دي كده جربها بالترتيب مرة حط 3 مرة حط 0 مرة حط سلب 1 مرة حط 1 ها في حد وصل للحل فعلا الإجابة سلب 1 لأن سلب 1 ناقص 1 يدينا سلب 2 أما بقيت الحلول لو جربتها مش هتدي لك الإجابة سلب 2 يبقى احنا دلوقتي ممكن نحلها ده في الحالة دي لما يكون عندي اختيارات باختار الحل ما بينهم في الحالة دي ممكن أحل عادي بالخطوات بتاعتي باستخدام الخواص حزف وضافة وضرب واسمة أو أن أنا أمسك الإجابات الأربعة واجربهم أختبرهم بعملية التعويض بنعوض مكان المجهول أو مكان الرمز بتاعي بالاختيارات بالترتيب لغاية ملايء اختيار من الأربعة بيحقق لي أن طرفين المعادلة يكونوا بيساووا بعض أو طرفين المتبينة حسب العلامة اللي موجودة بتاعت التباين أنهي طرف الأكبر أو أنهي طرف الأقل طيب تعالى نشوف كمان سؤال بيقول اختار من بين الأقواس مما يحقق كل من المعادلات التالية سين ناقس 2 أكبر من سالب أكبر من 3 عندنا متبينة سين ناقس 2 أكبر من 3 طيب تعالى نجرب الحلول بتاعت هنحط مرة 3 هل 3 ناقس 2 أكبر من 3 لا 3 ناقس 2 بواحد والواحد مش أكبر من 3 طيب جرب الأربعة طيب جرب الخمسة تعالى نجرب الخمسة كده 5 ناقس 2 بتلاتة طيب هي 3 أكبر من 3 لا عارف إمتى نختار 3 لو كانت العلامة دي أكبر من أو يساوي يبقى ساعتها ناخد اللي بيساوي 3 وناخد اللي أكبر فساعتها كانت تبقى حل من الحلول بتاعة المتباينة 5 طيب نجرب 6 6 نقص 2 ب4 طيب اللي 4 أكبر من 3 تمام يبقى فعلا حل المتباينة دي من الحلول اللي قدامنا هو 6 طيب هي ليه حلول تانية آه بس احنا بنختار من اللي موجود قدامنا طيب تعالوا نبص كده على متباينة أخرى 2 سين زائد 1 أقل من أو يساوي سالب 1 2 سين زائد 1 أقل من أو يساوي سالب 1 معنا أربع اختيارات تعالوا نجرب تعالوا مثلا نجرب الأربعة هنشيل السين ونحط أربعة بقت 2 في 4 بتمانية 8 زائد 1 9 هي التسعة أقل من أو يساوي سالب 1 طبعا لا ده أكبر منها بكتير طيب تعالوا نجرب لتنين 2 في 2 ب4 4 زائد 1 5 برضو ما تنفعش طب جرب الصفر 2 في صفر بصفر 0 زائد 1 بواحد هل الواحد أقل من أو يساوي سالب 1 برضو لا طب تعالوا نجرب الحل الأخير 2 في سالب 1 بسالب 2 طب سالب 2 زائد 1 بسالب 1 أهو سالب 1 أقل من أو يساوي سالب 1 يبقى فعلا الإجابة سالب 1 لأنهم بيساوي بعض هنا في أقل من أو يساوي يبقى لو عندي الحل طلع سالب 1 مقبول ولو أقل من سالب 1 برضو مقبول طيب نشوف مع بعض مثال آخر بيقول حدد درجة كل من المعادلات التالية تعالوا نحدد الدرجة فاكرين لما نيجي بنحدد الدرجة بندور على الرمز الموجود عندي في المعادلة أو المتبينة ونشوف أعلى قوة لي أعلى قص لي أكبر قص لي 30 نقص 9 بيساوي 2 طبعا دي الدرجة الأولى برافو طب 30 تربيع 30 قص 2 نقص 6 بيساوي 14 طبعا الإجابة إن دا الدرجة التانية طيب نشوف مع بعض مثال آخر حدد أيام مما يلي معادلة أو متبينة يعني هدي لك أمثلة تقول لي دي معادلة ولا متبينة طب المثال الأول أو الحالة الأولى سين أكبر من 7 ناقص 5 يا طرى دي ايه متبينة ليه لأن هم طرفين وفي وسطهم علامة أكبر من في علاقة تباين يبقى دي متبينة طيب 3 سين زائد 2 بيساوي 11 طب دا فيه هنا طرفين ما بينهم علامة يساوي أو علاقة يساوي إذن دي معادلة تمام طيب سين أقل من سالب 35 زي المثال الأولاني كده في علامة أقل من بدان في علامة أقل من إذن هي متبينة طيب 2 سين بيساوي 24 بدان في علامة يساوي يبقى دي ايه دي معادلة يبقى باختصار لو في علامة يساوي يبقى دي معادلة أي حاجة تاني غير يساوي سواء بقى أكبر أقل أكبر من أو يساوي أقل من أو يساوي يبقى كل دا يعتبر متبينات طيب نشوف كمان مثال عبر رمزيا عن كل من ما يأتي سين أصغر من سالب 5 احنا عايزين نحول الجملة دي لرموز فهنتبقى عاملة ازاي هتبقى سين علامة أقل من سالب 5 تحولت كلمة أصغر من لعلامة أقل من سين أكبر من أو تساوي 3 يبقى تبقى عاملة ازاي اهي سين أكبر من أو تساوي 3 طيب خد بالك بقى من اللي جاية سين أصغر من أو تساوي 7 وأكبر من أو تساوي 1 يعني السين بتنحصر بين الواحد والسبعة هي أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 7 بص تتكتب ازاي بنكتب السين في المنتصف علي منها العلامة اللي قدامنا دي كده اللي هي أقل من أو يساوي 1 يبقى الواحد أقل من أو يساوي سين طيب وبعدين السين أقل من أو يساوي سبعة ممكن نقرأه بشكل تاني ازاي بنبتدي من عند السين وبعدين نروح ناحية اليمين وبعدين ناحية الشمال فنقول سين اكبر من او يسوي واحد لانه احنا بنقرأه كده من الشميل من الشمال دي علامة اكبر يبقى سين اكبر من او يسوي واحد طيب وبعدين نكمل قرأة شمال سين اقل من او يسوي سبعة طيب المثال اللي بعده زيه كده سين اصغر من خمسة وفي نفس الوقت اكبر من اتنين يعني السين بتنحاصر ما بين اتنين وخمس يبقى هنبتدي نحط السين في النص وبعدين اللي اتنين علي منها لانه الصغير بيجي ناحية اليمين والخمسة ناحية الشمال ونحط نفس العلامة اللي قدامنا بس من غير علامة يسوي يبقى ممكن نقرأها نقول اتنين اقل من سين اقل من خمسة وممكن نقول سين اكبر من اتنين واقل من خمسة كده احنا حولنا العبارات اللي قدامنا الى رموز تعالوا نشوف مع بعض كده ملخص ممكن يفيدنا في حل المعادلات والمتبينات مع بعض تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض ازاي ممكن نحل المعادلة والمتبينة بس بطريقة اسرع شوية فمثلا لو عندي سين ناقص خمسة تساوي سبعة يا ترى نحل ازاي بطريقة سريعة احنا ممكن ناخد السالب خمسة دي وننقلها الناحية التانية بعكس الاشارة بتاعتها فهيبقى سين بتساوي سبعة هي دي سالب خمسة لما تظهر الناحية التانية تظهر موجب خمسة يبقى ازا السين بتساوي اتناشر يبقى ممكن مجموعة الحل هتساوي ايه اتناشر طيب لو كانت تلاتة سين مثلا بتساوي خمسة طيب برضو احنا عايزين نخلص على التلاتة دي عايزين السين تبقى لوحدها يبقى هنعمل ايه هنقسم الطرفين على تلاتة يبقى هنقسم هنا على تلاتة ونقسم هنا على تلاتة فدي تروح معادي يبقى السين بقيت لوحدها وده الهدف بتاعي طب خمستاشر على التلاتة فيها الخمسة ازا السين بتساوي خمسة يبقى مجموعة الحل ممكن اكتبها بالشكل ده طيب لو ضمينا الفكرتين دول مع بعض في فكرة واحدة وقلنا مثلا اتنين سين زائد تلاتة هنقول مثلا بتساوي تلاتتاشر ادي معادلة طيب احنا دلوقتي عايزين نخلي السين ديت لوحدها يبقى انا عايز اطرد اللي اتنين وعايز اطرد الموجب تلاتة طيب هنبتدي بمين فيهم الاول لازم نطرد الموجب تلاتة دي الاول اللي لازق في السين ده نستنى عليه شوية الخطوة التانية يبقى الموجب تلاتة دي هناخدها وانشيلها نوديها الطرف التاني فهتظهر في الناحية التانية بعكس الاشارة هي هنا موجب تلاتة يبقى لما تظهر الناحية التانية هتبقى سالب 3 يبقى إذن هنا الاتنين سين لسه موجودين مع بعض أما الموجب 3 هتظهر النحية التانية بسالب 3 طيب بقت اتنين سين بتساوي 13 نقص 13 طيب نبتد نخلص على الاتنين دي يبقى هنقسم هنا على اتنين ونقسم هنا على اتنين الاتنين دي نكنسلها معا هنا تبقى السين لوحدها وده الهدف بتاعي ان السين تبقى لوحدها 10 على اتنين فيها الخامسة إذن السين بتساوي خمسة يبقى ممكن اكتب ان مجموعة الحل بتساوي خمسة دي طريقة سريعة ممكن تساعدني في حل المسائل خصوصا لو الاسئلة فيها اختيارات او اكمل مش طالب مني الخطوات محددة او يعني لازم اكتب كل حاجة انا بعملها تعالوا نكمل الحلقة بتاعتنا ونشوف مزيد من الامثلة والافكار تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض مزيد من الافكار وانطبق الطريقة السريعة في حل المعادلات او المتبينات السؤال هنا بيقول لي اوجد قيمة سين خلي بالك هو مش عايز مجموعة الحل هو عايز قيمة سين يعني هنوقف الحل بتاعنا عندي سين بتساوي كذا في كل مما يأتي طيب اول فكرة عندنا سين زائد 3 بتساوي 3 طيب احنا قلنا كده من شوية انا ممكن اخد الموجب 3 دي اوديها من الطرف اليمين للشمال بعكس الاشارة فهتبقى سين بتساوي 3 ناقص طيب هي 3 ناقص 3 بايه بصفر يبقى الاجابة صفر سين تساوي صفر طيب تعالا نشوف كمان مثال سين ناقص 2 بتساوي واحد بنفس الطريقة خد السليب اتنين دي من اليمين وديها الشمال بعكس الاشارة بتاعتها فهتبقى سين بتساوي واحد ها زائد اتنين طيب بكام بتلاتة يبقى السين بتساوي تلاتة تمام طيب اتنين سين بتساوي 6 طيب انا دلوقتي عايز اخلص على الاتنين نعمل ايه برافو نقسم الطرفين على اتنين الناحية اليمين بقت سين والناحية الشمال 6 على الاتنين برافو فيها التلاتة طيب اوجد قيمة سين برضو في كل من مما يلي تلاتة سين بتساوي سالب تسعة طيب هخلص على التلاتة اللي لازقه في السين دي ازاي بالاسم نقسم الطرفين على تلاتة الناحية اليمين بقت سين طيب الناحية الشمال طيب هتبقى سالب تسعة على التلاتة طيب هتطلع كام سلب 9 على التلاتة تطلع سلب 3 يبقى قيمة سين هنا هتساوي سلب 3 طيب الفكرة اللي بعدها 2 سين زائد 1 بيساوي سلب 5 ركز معايا الاول هنودي الموجب 1 ده الناحية التانية مع السلب 5 فهتبقى 2 سين لوحدها طيب اللي 2 سين هتساوي ايه سلب 5 ناقص 1 بكام بسلب 6 يبقى الـ 2 سين بتساوي سلب 6 طيب نبتدي نتعامل مع الـ 2 نعمل ايه نقسم الطرفين على 2 فهتبقى الناحية اليمين بقت فيها سين الطرف اليمين سين الطرف الشمال بقى كان فيه سلب 6 نقسمه على الـ 2 تطلع الاجابة سلب 3 يبقى قيمة السين هنا سلب 3 طيب كمان فكرة 2 سين يساوي 0 2 سين يساوي 0 طيب احنا عايزين نعمل ايه عايزين نخلي السين لوحدها ايه اللي مدايقها الـ 2 اللي قدامها طيب نخلص عليها ازاي برافو نقسم على الـ 2 الطرفين نقسمهم على 2 الطرف اليمين هيبقى سين الطرف الشمال بقى صفر على 2 فيها برافو عليكم فيها الصف يبقى ايزا قيمة سين في الحالة دي هي صفر تعالوا نعرض مع بعض افكار للمعادلات ونحلها مع بعض بقى عملي على السبورة تعالوا دلوقتي مع بعض نعرض بعض الافكار ونحلها مع بعض السؤال الاولاني بيقول حل المتبينات التالية في صد المتبينات بتاعتي بتقول 3 سين زائد 3 اكبر من او يساوي 12 طيب تعالوا كده نبتدي مع بعض كده نفكر يا ترى هنحل ازاي طبعا احنا الهدف بتاعنا ان احنا نخلي في الطرف الايمن السين لوحدها يبقى انا عايز اتخلص من التلاتة اللي قدام السين ومن التلاتة التانية طيب هنبتدي نعمل ايه هنقول باضافة سالب 3 للطرفين طيب هيظهر عندي هنا سال ادي 3 سين زائد 3 وهيظهر سالب 3 جنبها ودي علامة اكبر من او يساوي وهنا 12 ويظهر جنبها برضو السالب 3 يبقى ظهر السالب 3 في الطرفين طبعا دول هيتكنسلوا مع بعض اتبقى في الطرف الايمن 3 سين اكبر من او يساوي 12 نقص 3 فيها التسعة طيب الدور دلوقتي على مين عايزين نخلص على التلاتة اللي قدام السين هنخلص عليها بالاسمة يبقى هنقسم هنا على 3 وهنقسم هنا برضو على 3 تبقى السين اكبر من او يساوي 9 التلاتة فيها التلاتة طيب لما اجي اجيب بقى مجموعة الحل يبقى مجموعة الحل هتساوي طبعا عشان في او يساوي هناخد التلاتة وناخد الاخبر منها بقى 4 5 6 الى ما لنهاية لان دي كده مجموعة غير منتهية يبقى انا ابتدت بالتلاتة عشان فيه او يساوي وخط اللي اكبر منها مش طالب مني تمثيل على خط الاعداد يبقى مش هنعمل خط الاعداد بتاعنا طيب تعالا نشوف مع بعض مثال اخر المثال بتاعي بيقول اربعة سين زائد واحد اقل من تلاتتاشر طب بنفس الفكرة هنبتدي نكتب اربعة سين زائد واحد هنعمل ايه هنضيف سالب واحد في الطرف الايمن وسالب واحد في الطرف الايصر طب اختارنا سالب واحد دوننا على ايه المعكوس الجمعي لموجب واحد هو سالب واحد يبقى سالب واحد يظهر في الايمن وسالب واحد يظهر في الايصر دول هيروقوا مع بعض لان واحد وسالب واحد بصفر فيتبقى هنا اربعة سين اقل من تلاتتاشر ناقص واحد باثناشر طيب هنبتدي نخلص على الاربعة دي ازاي يبقى هنقسم هنا على اربعة ونقسم هنا على اربعة يبقى السين اقل من تلاتة طب خد بالك احنا بنحل فين بنحل فصاد يبقى مجموعة الحل طيب هاخد التلاتة ولا مش هاخد التلاتة لا ما فيش هنا او يساوي يبقى مش اخد الثلاثة هاخد الاقل من ثلاثة يبقى اثنين واحد صفر سالب واحد الى سالب مالة نهاية طيب تعالوا نشوف مع بعضي مثال اخر بيقول لي ستة سين زائد اثنين بيساوي اربعتاشر ستة سين زائد اثنين بيساوي اربعتاشر وعايزين نحل فين برضو فصاد طيب هنبتدي نكتب المعادلة بتاعتنا ستة سين زائد اثنين ودي بيساوي اربعتاشر انا عايز اطرد مين عايز اطرد الموجة باتنين طيب ايه المعكوس الجامع الموجة باتنين سالب اثنين يبقى هيظهر هنا عندي سالب اثنين وهيظهر عندي هنا سالب اثنين طيب لما يظهر في الطرف الايمن سالب اثنين موجة باتنين وسالب اثنين يروحوا مع بعض طيب هيتبقى في الطرف الايمن ستة سين طيب اربعتاشر ناقص اثنين فيها الاثناشر طيب نبتدي نخلص على الستة دي ازاي بالاسم على ستة نقسم هنا على ستة وهنا على ستة الستة دي تروح معا دي يبقى السين بقت لوحدها واتنشر على الستة فيها الاتنين واخد بالك الاتنين دي بتنتمي لصاد اذا مجموعة الحل بتساوي المجموعة اتنين طيب لو كانت لا تنتمي كنا قلنا مجموعة الحل بتساوي فاي طيب نشوف مع بعض معادلة اخرى اربعة ناقص اتنين سين بيساوي اربعة وعشرين طيب ركز كده انا عايز اخلص على مين انا عايز اخلص على الاربعة وعايز اخلص على السلب اتنين خلي بالك السلب اتنين دي لازقف سين يبقى دي هنأجلها شوية يبقى الاربعة دي نخلص عليها دي الخطوة الاولانية وبعدين دي الخطوة التانية طيب اول حاجة بنعملها ايه بنكتب المعادلة بتاعتنا اربعة ناقص اتنين سين بتساوي اربعة وعشرين طيب هنعمل ايه هنضيف هنا المعكوس الجمعي الاربعة اللي هو سالب اربعة نضيفه هنا ونضيفه هنا طيب هتبقى المسألة بتاعتي بقت اربعة ناقص اتنين سين ناقص اربعة او سالب اربعة اربعة وعشرين ناقص اربعة الموجب اربعة والسالب اربعة يروحوا مع بعض لان مجموعهم بصفر طيب هيتبقى لي سالب اتنين سين طيب الناحية التانية اربعة وعشرين ناقص اربعة بيساوي عشرين طيب هنقسم الطرفين على سالب اتنين سالب اتنين طيب السالب اتنين تروح مع السالب اتنين أصبحت السين لوحدها وده الهدف بتاعي عشرين على سالب اتنين بسالب عشرة احنا بنحل فين؟ في صاد الكلام ده ينتمي لصاد اذا مجموعة الحل من غير ما نقلق سالب عشرة طيب لو احنا بنحل في طه طبعا السالب عشرة لا تنتمي لطه فتبقى مجموعة الحل في الحالة دي هتبقى فاي طيب تعالوا نكمل مع بعض الحلقة بتاعتنا ونعرض مزيد من الامثلة المثال بتاعي بيقول حل المعادلات التالية في طه خد بالك احنا اللي عملنا من شوية كنا بنحل في صاد طب نركز واحنا بنقرأ المسألة احنا عايزين نحل المعادلة اللي جاية دي بس فطه طب ايه هي المعادلة تلاتة ناقصين بتساوي تسعة شبه المسألة اللي فاتت بس الاختلاف ان احنا هنحل فطه مش فصاد طيب يبقى نركز مجموعة الحل اللي بنشتغل فيها ايه اتفقنا ان احنا اول خطوة بنبتدي نكتب المعادلة بتاعتنا ونحدد احنا عايزين السين تبقى لوحدها يبقى انا عايز اترد مين ومين عايز يعني اشيل ايه من جنب السين عشان السين تبقى لوحدها التلاتة والسالب اتنين طيب سؤال اترد مين الاول اخلص على مين الاول طبعا التلاتة اللي لازق في السين ده يستنى الخطوة اللي بعدها طيب هنقول بطرح العدد تلاتة من الطرفين هنوصل للفكرة تلاتة ناقس اتنين سين سالب تلاتة بتساوي تسعة ناقس تلاتة اصبح الطرف الايمن بعد ما نكنسل بقى التلاتة والسالب تلاتة بقى سالب اتنين سين بتساوي ستة نخلص بقى دلوقتي على السالب اتنين اللي لازق في السين بالاسم على سالب اتنين تبقى الاجابة سين بتساوي سالب تلاتة طب هي سالب تلاتة دي تنتمي لطه لا دي لا تنتمي لطه تبقى الإجابة أن مجموعة الحل بتساوي phi مجموعة الحل تساوي phi طيب عايزين نحل المتبينة ديت في طه سين زي 3 أقل من 7 بنكتب المتبينة عايزين نطرد الموجب 3 فهنعمل إيه؟ هنطرح 3 من الطرفين أو نضيف سلب 3 للطرفين بقت سين زي 3 نقص 3 أقل من 7 نقص 3 يبقى السين بقت لوحدها أقل من 4 طبعا إحنا بنحل في طه الأعداد الأقل من 4 3 2 1 0 لو طلب تمثيل علاقات الأعداد نبقى نعمل ما طلبش يبقى هنكتفي بمجموعة الحل في نهاية حلقتنا بتمنى أن الطلبة تكون استفادت من مختلف الأفكار اللي عرضناها ورجعنا مع بعضنا الوحدة الثالثة بعنوان المعادلات والمتبينات يارب تكونوا استفادتهم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر